كميات كبيرة وأنواع خطيرة من المتفجرات استعملت في الهجوم الذي استهدف مقر السفارة الأمريكية في العاصمة تونس القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بيّن كذلك أن الجهود لا تزال مستمرة لتحديد هوية منفذي الهجوم والجهة التي ينتمون إليها تزامناً مع حملات أمنية تشنها السلطات في عموم البلاد وكانت أنباء غير رسمية تحدثت عن أن المهاجمين شابان في أواخر العشرينات من العمر أحدهما كان يقيم في منطقة لكرم بالعاصمة كما تحدثت الأنباء عن أن أحد المنفذين خرج من السجن مؤخراً وكان التفجير الانتحاري الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة بالعاصمة تونس أودى بحياة الإرهابيين منفذي الهجوم الذين كانوا على متن دراجة نارية كما أسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة خمسة آخرين ومدني رئيس البلاد قيس سعيد زار بدوره المصابين في المستشفى وسط تعهد الحكومة بملاحقة الإرهابيين والقضاء على تلك الجماعات المهددة لأمن البلاد وهزى الهجوم الشارع التونسي معيداً إلى الذاكرة سلسلة الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد عام 2015 وأسفرت عن مقتل أكثر من ستين شخصاً ترجمة نانسي قنقر